القصة ان فيه صفحة كده على الفيسبوك بتاعت اون لايف بتبعت لنا ناس يتكلموا فالناس دي المعدين بقى فيه كان معد اهطل كده بيطلعو ناس تتكلم فاحنا بنرد عليهم بس هو مش عايز يعرض الرد هو مش عايز يعرض الرد هو بيعمل ايه عايز يقول لك ايه زي مبارح كده خدوا الرجل اللي دخل قال ده نصاحب محمد ومحمد علشان هو ومحمد علشان هو في الحرية والعدالة النظام عمله كده فانا قلت له ده كلام فاضي واسبك وانت ده شغل مخابرات وانا مش هسمح ان انت تتمرر الكلام ده في البرنامج هم سابوا الكلام ده كله وخدوا الحتة الاولانية دي هو بيبقى دفعوا ها طبعا ما هلازم هم سنبع اللقاء الحاجات الخيبة اللي شكلين ايوه هو بيبقى دفعوا يعني له طلب بتاع اون تيفين المعد لها بلده بيجيب واحد شكله شابه ويخليه تصح ها طبعا ما دامش بلاد مين دامش بلاد مين ده عالم بشر بعض اما يرهم الاسد ومش فرق معه هو مش مهم عنده هو هو ما بيقدمش رسالة اعلامية يعني هو ايه هو قمة طموحه ايه انه هو مجايب الراجل ده اللي هو زقه عشان يقول كلمتين وما يجيبش الرد وبقى يعني انتصاره هو يجيب لي صورة بها ايه وانا يعني مقفولة وانا مش عارف ايه صورة وحشة يعني هو كده انتصر وقام برسالته الاعلامية ودوره في المختلف ده ده راجل اهطل ايه ده راجل اهطل يعني يا عم عايز صور خش الصفحة في المكملين ولا في الو مكملين ولا على صفحات الشخصية تلاقي صورة باستخدمها ايه بس انت لو انت متحقق انتصارك ان انت تجيب لي صورة وحشة واتجيب اللهابة لقول ها طلده فانت يابني لا اعلام ولا لي كو فيها انتشوات مختلفة يا سيد أحمد لا معذر الكلام لا معذر الكلام فضلك لا معذر الكلام دول عاوزين يهديكم لأنكم انتو جايبين الحقيقة اللي هناك اللي بين هم بتتكلموا على الحقيقة والواقع طيب ما هو ده بقى هو ده اللي بيداي ايه محمود هو ده اللي بيداق بقى يا محمود ان احنا بنتكلم وبنقول حقيقة وواقع وبننحزل الناس هو كده ممتصر يا سلام جاب لي صور الله يا مكسوف انا مليش وش بتاعون تيفيه مليش وش اطلع اكلم الناس تاني ايه ده ده انا وحش قوي كده يا تهبل يا ابن تهايف ويقولك متصل ببرنامج احمد سمير عقام تكلمين عرف نفسه بينه صديق المتهم بالتحرش بالطفلة قال انه يعتقد ان التهمة ملفقة او ضغط عليه ليقوم بهذا الفعل امام الكاميرات لانه من اشد المعارضين للانقلاب في مصر يبدو ان القنوات التركية الناطقة بالمصرية نجحت في تحويل قطاع وسعى من مشاهدينها الى اتايم شوف ده ده هبل بقى ده شغل هبل يعني ان هو يقولك يا ابني احنا قنوات مصرية احنا قنوات مصرية احنا مصريين اصحاب البلد قبرا عن جد شوف انت ابن مين شوف انت ابن مين وشوف انت مين بيحركك فلوس انت فيهن بقى ولا فلوس الاماراتيين ولا نجيبه شوف انت عشان ايه انا محبش اتكلم في الحتة دي يعني عموما هو ده اللي بيبقى مستهدفه ان هو يجيب لي الصورة بقى وانا هعيط ايه ده يا ايه انا وحش جدا يا ابني هيا مش كده هيا انت بتقول للناس ايه وبتقدم ايه ومنحزل مين اللي بنطبل لعساكل ولا بنطبل هقولك ايه مش هقولك طائفيين يعني يعني بنطبل اللي انت عارف ان هما مشغالينك احنا هنا بنقول الحق انت تقدر تقول كلمة حق عندك تتحرق تموت تدخل تدخل التلاجة ما تطلعش خالص عموما مش هتشغل بالنا بالكلام الهايف ده ولكن ده اعلام بيموت الناس بيموت فكر الناس وبيعمل انتصارات مش صغيرة انتصارات تفهة قلينا نطلع له صورة وحشة ولا نقول بقى ايه بص الشعب بتوع المؤيدين للناس من المؤيدين للقنوات بتاعت الشارعية دي ما فيش حال اسمها احنا قنوات بتاعت الناس دي قنوات قنوات وطنية السياسة بتاعت تشويه ومتاع وطلع ان الكافر يعني حجبه وعمل كده وفهم ده نفس الفكرة انك بتطلع حد انت بتكرهه بصورة وحشة كرهك او حبك ليه مش مقياس مهم حب الناس وتقدير الناس وده للحمد لله اللي حصل فانتوا يعني ربنا وفقك وبالله البحر زي ما بيقولوا له زازون اشتركوا في القناة